لكن كون الروح الكدس يسكن في الإنسان كان شيء صعب جدا ومستحيل لأن الطبيعة البشرية صارت خاطئة ومائتة وفاسدة فكيف يحيى الروح الكدس في طبيعة خاطئة أو فاسدة عشان كده لما جه السيد المسيح كان من ضمن أهداف تجسده وخلاصنا إنه يرجع لنا تاني الروح الكدس يسكن فينا كلام سهل جدا من البداية ربنا أدانا الروح الكدس لما الإنسان أخطأ فأركه الروح الكدس في التجسد عايز رجع لنا الروح الكدس طب رجعه إزاي في كذا مرحلة أول حاجة في معمودية المسيح السيد المسيح لما نزل يعتمد بيد يحن المعمدان قبل حلول الروح الكدس عليه طبعا ناس كتير تسأل إذا كان المسيح هو الله والروح الكدس هو روح الله يعني الروح الكدس هو روح المسيح منذ الأزل طب هو محتاج ليه الروح الكدس يحل عليه في يوم المعمودية في الحقيقة الإجابة قالها القديس كيرولوس في شرح إنجيل يحاني يقول هو قد فعل هذا لأجلنا وليس لأجل ذاته هو مش محتاج أن الروح الكدس يحل عليه لكي يستبدأ نعمة التقديس منه هو أولا فإنها تصل حتى إلى كل جنس البشر يعني هو بصفته الله مش محتاج يحل عليه الروح الكدس لأنه هو قردي فيه لكن بصفته إنسان قبل إن الروح الكدس يحل عليه عشان يفتح لنا الباب إن إحنا كمان نقبل الروح الكدس طب ليه محلش عليه من ساعة ما تولد من العدرة علشان يقول لنا إنشه يحل عليكم في غرف المعمودية فهو ربط المعمودية بحلول الروح الكدس عليه وفتح الباب لكل البشر إن هم يستقبلوا هذا الروح هو فعل هذا لأجلنا وليس لأجل ذاته لأنه مش محتاج تبدأ نعمة التقديس منه بصفته إنسان كأنه بيقدس جسده اللي هو ياخده من عدرة بطهارة ونقوة وقداسة ما فيهوش عيب لعيب أخلاقي ولا روحي ولا جسدي ولا فيه حاجة خالص لكن أخد النعمة دي عشان يدهلنا تبدأ نعمة التقديس منه هو أولا عشان توصل إلى كل جنس البشر وطبعا لما نسمع كلمة كل جنس البشر يفهم ضمنا اللي بيأمنوا وبيعتمدوا مش كل جنس البشر على الإطلاق لأن فيه ناس مش عايزة المسيح لا أمنت بي ولا بتحبه ولا عايزها خالص